كما ترأس صباح اليوم زير الانتاج والري والمعدات الزراعية السيد جامر السيليك افتتاح عمال الورشة الخاصة باعتماد التقنيات الاستراتيجية الوطنية للحوار السياسي وضمان الامن الغذائي والزراعي الدائم كان ذلك بحضور ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة والعديد من مسؤولي الوزارة وشركاء التنمية تقرير محمد حسن محمد بمبادرة من وزارة الانتاج والري والمعدات الزراعية وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراع الفاوة والاتحاد الاوروبي جاء تنظيم هذه الورشة بهدف اعتماد تقنيات الاستراتيجية الوطنية للحوار السياسي وضمان الامن الغذائي والزرائي الدائمين بشادة ممثل منظمة الاغذية والزراع الفاوة محمد منصور ديايا اشار الى اهمية تهازه الاستراتيجية في تعمين الغذاء للمواطنين ومكافهة سوء التغذية وكذا تعزيز المبادرات الرامية الى الاعتماد بقطاعي الزراع والثروة الحيوانية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ممثل الاتحاد الاوروبي من ناحيته اكد وقوف الشراكاء الفنيين والمانحين الدائم بجانب الحكومة التشادية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية وزير الانتاج والري والمعدات الزراعية السيد جامر السليك في كلمته بهذه المناسبة قال ان هذه الاستراتيجية ستسمح للبلاد اعداد برامج وخطط مستقبلية لتنمية العالم الريفي والمتمثل في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وادارة الموارد المائية فضلا عن الحفاظ على البيئة والتأقل مع التغيرات المناخية كما طلب من المشاركين تقديم الاقتراحات وتبادل الخبرات والافكار الهادفة بغيت اعتماد المستندات المقدمة اليهم والاستفاد منها في شتى المجالات هذا وكما نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموية بالشراكة مع منظمة الامم المتهدة للطفولة اليونسيف ورشة تدريبية بهدف اعتماد الخطة الوطنية لحالات التوارع الشاملة كالفيضانات والكوارث التبعية والحروب والنزاعات التي تؤدي الى تهجير السكان وتفشي بعد من الامراض المعدية والفتاكة كما اكد المدير العام النائب للتخطيط والدراسات بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بان هذه البادرة تؤد من اهم ركائز الخطة الوطنية للتنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان وستستمر فعاليات الورشة لمدة يوم بهدف السماح للمشاركين دراسة واعتماد التقارير المقدمة وكذا الخروج بنتائج ايجابية تسهم في تعزيز عمل ونشاطات الوزارة ترجمة نانسي قنقر